بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد دارت الحلقات الثلاث الماضية على تساؤل فحواه أي قانون وأي نظام اجتماعي أو سياسي أحق بأن ينسب إليه دور الريادة في تحرير المرأة والسبق في انتشارها من جهالات العقول وضلالات الأنظمة والقوانين وقد تبين لنا من شهادات التاريخ القديم والحديث أن شريعة الإسلام هي أول من ينسب لها فضل السبق في تحرير المرأة وأن القرآن الكريم هو أول كتاب إلهي رد إلى المرأة كرامتها ولفت أنظار البشرية إلى دورها المحوري في صناعة المجتمعات وصياغة الرجال وإعداد الشباب كما بيّن للمرأة حقوقها وما يجب لها وما يجب عليها سواء في آيات متفرقة في بعض صور القرآن الكريم أو في آيات مجموعة في صور أخرى سميت باسم صورة النساء أو صورة الطلاق أو صورة التحريم والمتتبع لمنهج القرآن في هذا الشأن يجد أنه بدأ منذ وقت مبكر من العهد المكي باسترداد أهم ما سلبته المرأة من حقوق وهما حق الحياة وحق الوجود الأصيل في قلب الجمعية الإنسانية ثم حق البراءة من رجس الشيطان وانحطاط الحيوان وذلك قبل أن يسترسل القرآن الكريم في العهدين المكي والمدني في استرداد بقية ما سلب منها من حقوق عبر التاريخ وبظلم من المجتمع أو الرجل أو العادات والتقاليد ومن المسلم به أنه ما لم يثبت للمرأة حق الحياة وحق الإنسانية أولاً فلا يمكن أن يثبت لها حق آخر من الحقوق كبر هذا الحق أو صغر أما حق الحياة فإن الآيات التي وردت في التحذير من جريمة وعد البنات وتجريم مقترفيها معلومة للجميع سواء جاء التحذير من هذه الجريمة في صورة تسفيه وتوبيخ مثل قوله تعالى وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ شُئِلَتْ بَأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ أو في صورة نهي صريح مثل قوله تعالى في صورة الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من خوف فقر ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم وقوله في صورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا يكتف القرآن بتجريم هذه الظاهرة وفضح بشاعتها بل يذهب إلى أبعد من ذلك حين يجرم ظاهرة أخرى لا تزال موجودة عند كثير ممن تضيق صدورهم حين يبشر بولادة الأنثى وقد صورهم القرآن الكريم في صورة بائسة ساخرة في قوله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وكذلك الأمر فيما يتعلق بلعنة الخطيئة التي وصبت فيها المرأة بالمسؤولية عن إغواء زوجها آدم وإغرائه بالأكل من الشجرة المحرمة وخروجهما مع الشيطان من الجنة والهبوط إلى الأرض وقد سرت هذه العقيدة شرقا وغربا مسر الحقائق التي لا تقبل جدلا ولا نقاشا وأثرت في عقائد العامة بل في عقائد كثيرين من رجال الدين قديما وحديثا بل عاشت المرأة نفسها قرونا متطاولة تعتقد أنها كذلك وأنها هي من أخرجت آدم من الجنة حتى قال أحد الشعراء إن النساء شياطين خلقنا لنا فكلنا يتقي شر الشياطين فهن أصل البليات التي ظهرت بين البرية في الدنيا وفي الدين ولم تلبث امرأة شاعرة أن ردت عليه بقولها إن النساء رياحين خلقنا لنا فكلنا يشتهي شم الرياحين والقرآن الكريم كما أعاد للمرأة حق الحياة أعاد لها حقها في الإنسانية ليصحح الصورة السلبية التي لازمت المرأة قديما وما زالت تلازمها حديثا ففي أوائل صورة البقرة وسوال أخرى غيرها يسرد القرآن الكريم قصة بدء الخلق وخروج آدم وحواء ومعهم الشيطان من الجنة وهبوط ثلاثتهم إلى الأرض على نحو مغاير في مضمونه وغاياته لما أرفه الناس واعتادوا سماعه في شأن هذه القصة وما يقصه القرآن في هذا الشأن ويسوقه مساق الحقائق التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها هو أن الله تعالى أمر آدم وزوجته حواء بأن يسكنا معا في الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أمرهما أن يأكل معا من شجرها وثمرها حيث شاء من غير حجر ولا تضيق اللهم إلا شجرة واحدة نهاهما معا من الاقتراب منها والأكل من ثمرها وحذرهما من الوقوع في الإثم والمعصية إنهما أكل منها ثم يخبرنا القرآن بعد ذلك لأن الشيطان تسلل لآدم وحواء ووسوس لهما معا ولم يختص بوسوسته حواء فقط كما يعتقد كثيرون وهذا ما تتلوه علينا سورة الأعراف في قوله تعالى فوسوس لهما الشيطان وكذلك سورة طه التي تؤكد أن الشيطان هو الذي وسوس لآدم وذلك في قوله تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ ثم يستمر المشهد بين عدوين لدودين آدم وزوجته من جانب والشيطان بحبائله ووسوسته من جانب آخر وينتهي الموقف بمخالفة الزوجين للأمر الإلهي والاستجابة لهذا العدو الماكر والإقدام على الأكل من الشجرة ثم صدور الأمر الإلهي بعد ذلك بإخراج الجميع من الجنة فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وعلى هذا المنوال وفي الاتجاه ذاته ترد القصة في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم وفي أكثر من موضع من مواضعه لتصحح هذه الصورة السلبية التي لازمت المرأة قديماً وحديثاً وحديثاً ولتعلن أن لكل من آدم وحواء مسؤولية مستقلة استقلالاً تاماً وأن كل منهما أكل من الشجرة بمحض اختياره وأن أحداً منهما لم يكن مسؤولاً عن الآخر في أي موقف من مواقف هذه القصة وأن الشيطان إذا كان قد زين لحواء أن تأكل من الشجرة وأزلها عنها فكذلك وبالقدر ذاته زين لآدم أن يأكل من الشجرة وأزله عنها وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالأكل من الشجرة وفي ظهور سوآتهما وفي الاعتراف بأنهما ظلماً أنفسهما وأنهما يطلبان من الله المغفرة والرحمة والمحور الذي تدور عليه القصة في القرآن الكريم أمران الأول تبرئة المرأة ولأول مرة مما يسمى بالخطيئة الأولى التي حملت فيها حواء مسؤولية وقوع زوجها في حبائل الشيطان وأكله من الشجرة المحرمة وبيان أن حواء وإن خالفت الأمر الإلهي إلا أنها بريئة من أي دور في إغواء زوجها وإغرائه بمخالفة الأمر الإلهي أما المحور الثاني في هذه القصة وكما ورد في القرآن الكريم فهو تقرير مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والذي تبدى جلياً في استخدام ألف الاثنين في الخطاب الإلهي سواء في إباحة الأكل من شجر الجنة أو النهي عن الأكل من شجرة معينة أو وسوسة الشيطان أو الأكل من الشجرة المحرمة وهذه نصوص القرآن لا يفهم منها لا من قريب ولا من بعيد أن حواء هي أول من أخضأت وأنه لولاها لما وقع أبو البشر آدم عليه السلام فيما وقع فيه ولما خرج من الجنة التي كانت ستتسع له ولذريته من بعده ومعقد النصوص الإلهية ومحورها ولبها في هذه القصة هو ما صرح به القرآن الكريم في وضوح لا لبس فيه ولا غموض من أن الشيطان هو الذي أخرج كلاً من آدم وحواء من الجنة يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون صدق الله العظيم وشكراً لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته